أهلا بكم مشاهدين إلى نشرة أحوال البحر نتعرف على وضعية الشواطئ خلال يوم الثنين على حالة البحر أكيد خلال يوم الثنين فيما يخص أغلب السواحل الوطنية إذن البحر للعموم سيكون قليل الاثدراب لمصدرب على كافة السواحل الوطنية وخاصة سواحل الوسطى وكذلك الغربية البحر سيكون مسترب رياح تقارب 50 كم في الساعة خاصة خلال أواخر الليل علو الأمواج يصل إلى المتر ونصف ننتقل إلى سواحل الوسطى من سواحل الجزائر العاصمة دلس إلى أزفون كذلك البحر سيكون مسترب رياح قوية تقارب 50 كم في الساعة علو الأمواج يتراح بين أقل من المتر إلى المتر ونصف خاصة خلال المساء واتجاه الأمواج سيكون شمالي شرقي أما بالنسبة لسواحل كل من بجايا جيجل سكيدا عن نابا والقالة سيكون البحر قليل الاثدراب رياح تقارب 30 كم في الساعة اتجاه الأمواج شمالي شرقي علو الأمواج يصل إلى المتر وتقريبا حرارة مياه البحر تصل إلى 25 درجة على طول الشريط الساحلي إذن المشاهدين كانت هذه وضعية الشواطئ خلال إن شاء الله يوم الاثنين أشكركم على الكرم الإسرائيلي والمتابعة في مانيلا